اهلا اعلم بمتابعيني الحلوين مع فيديو جديد ملخص اجدد وقبل ما نبدأ اتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجنس ولو حابين نبقى صحاب ونتعرف على بعض اكتر ممكن تدبقىني على انستجرام هتلاقوا لينك بالتسكريبشن تحت ويلا بينا نشوف خلص الجزء اللي فات بعد ما تاري قرارت ان هي توافق على الجواز من سلمان ويبقوا كلهم متجمعين سوا وسلمان في اللحظة دي بيفتكن لما كان صغير وامه قرارت ان هي تسيب البيت بس ابو بيفضل يترجها ان هي ما تمشيش علشان يقبلهم سيبت طنشه بتاخد بعضها وبتمشي وبنعرف ان جديده هي لربته وبنرجع للوقت الحاضر وكلهم متجمعين علشان يحددوا معايد الفرح وكاتب الكتاب وبعدها تاري بتروح لام بيان وبتقول لها ان هي خلاص حددت معايد كاتب الكتاب بتاحها هي وسلمان وطبعا بيبان عليها السعل وبتعرفهم ان هي هتتجوز وهو بيبقى واقف بعيد وشايف كل حاجة ويبقى زعلان ولما بتمشي بيركب العربية بتاعته بيروح وراها وطول الطريق بيفضل لعاياته بيبقى متعصب ولما بيوصل للبيت بيتخانق معها لانها تتجوز واحد تاني غيره وبيقول لها ان هو بيحبها ولما طلقها كان عصب عنه بس بتقول له ان ربنا كان عالم بالنيات وان هي خلاص ما بقتش تجوز له شرعا بس بيفضل لعاياته بيقول لها ان هو مش عارف هيش من غيرها وبيمسكها من ايديها بكل اسوأ وبيفضل يترجوها وان هي بتتجوز الشخص تاني غيره وفي النحصة دي عمها وسلمان بيتخانق معاه وبيطردوه من البيت تاني يوم سلمان بيروح يديل صورة دعوة الفرح بتاعته هو وتاري فبتاخدها بكل حزن وبتقول له ان هو بلسه عند اتفاقهم وانه لما يتجوز تاري هيطلقها عشان تعرف ترجع تاني بيان جزها بس بيرضاش يرد عليها وبيصهر كده ان هو هيخلب بالوعد بتاعه وفي الجهة التانية بايمة بيبقاش قادر يستوعب ان حبيبته تاري ضاعت منه بالسهولة دي وبيفضل يفتكر ذكرياته معها ببقى نتمانع على اليوم اللي هو طلقها فيه وفي نفس الوقت ده سلمان بياخد تاري عشان تقابل جدته وتتعرف عليها اكتر وبتشوف على الحيطة صور كتير فبتسأله على السبب اللي مخليه بيغاطي الصور دي كلها بالسطرة فبيقول لها لهون ما بيحبش يشوف صورة مع امه لان هي خزلته هو صغير وتخلت عنه بالسهولة تاري بتقعد مع جدته وبتحكي لها على كل زكريات سلمان وعلى كل المعاناة اللي هو عنها بعدما امه تخلت عنه سبته وبتعرفها ان بعدها على طول ابو جاله اكتئاب بسبب اللي زوجته عملته فيه ومت بعدها بسنة فبكده سلمان بقى يتيمي الام والاب وبتقول لها ان امه سفرت لامريكا وتجوزت وخلفت وبقت عايشة حياتها دلوقتي مش بتسأل على ابنها سلمان نهائي وطبعا كلامها ده بيقصر في تاري وبتقول لها هي كانت تتمنى انه يتجوز بنت احناينا تنسي كل المعاناة اللي هو عاشها لما كان صغير وفي اللحظتي بيجي فاتح وجدت سلمان بالصر ان هي اللي تأكله بنفسها وبعدها تليفونها بيرن وبتنادي على سلمان على طول وبتقول له هي عايزة يجي معاها لمركز الشرطة وفي لبس الوقت ده بيان بيبقى قاعد في الكافي محصارة ومتعصبه مش بصدق ان تاري هتتجوز وتسيبه بس بتهدي وبتقول له انه ممكن ديت كل الوسيلة الوحيدة اللي هتخليك تعرف ترجع لها بعد كده بيبقى عايز يعرف حاجات كتير عن سلمان فبتقول انه هو افضل منه بكتير لانه امام جامع وبيصلي وبيصوم على عكسه تماما وطبعا كلامها ده بيوتره وبيقول لها انه متأكد ان تاري هتحبه ومش هترضى تتطلق منه نهائي بنعرف ان تاري رايحة مركز الشرطة عشان فيه واحدة حاولت ان هي تحرق العربية بتاعتها والقاطي بيحاول يقرعها ان هي تبلغ عنها وتسجنها بس البنت بتبص لها بنصرها كلها حزن وتطلب منها ان هي تسامحها وطبعا لانها طيبة بتسامحها على طول وبترضاش ترفع عليها قضية مسلمان بيبقى عايزة شايف كل حاجة بنروح لامي وجوزها بيبقى متخالق مع ابوها فبترجعوا البيت وبتطلب من ابوها ان هو يسمحوا ويعتزلوا كمان لان هو لغلطان بس ابو ما بيشوف جوزها بيفضل يجراحوا بالكلام وبيقولوا ان هو بايستحقش بنته نهائي لانه قاعد عوضل ومش بيشتغل بس بنته امي بتحاول تهديه وتحضنه وبيك الليل وعيال البيان كلهم بيروحوا عشان يتفسحوا مع بعض وامه بتقول لأخت ان هي جايبالها عريس واللي اول ما بتشوفه بتتخاططه على طول بتعرب منه لانه بيبقى لتخطوخ كده وبيقول كتير وبتروح على عشان تلعب بس بتلاقي الشخص ده عمال يلعب ويكسب ده بديب كتير ولما بتقرب منه بتعرف انه عوضل الصاب وبيتخان اهمة لثنين مباط فبتعصب عليه بتاخد بعضها وبتروح تقعد مع ابوها امها وبتتفاجئ بان الشخص ده برضو جاء قاعد معاهم وبعدها بيرجوا البيت وبيلاقوا بيان قاعد بس هو بيقى انطر من الشوم تماما وبين عليه الزعل وبياخد بعضه وبيمشي وامه بتشوف دعوة الفرح بتاعي التاري فبتعرف ان ابنها زعلانة عشان كده بيجي ينكد بالكتاب وتاري بتبقى مبسوطة ان امي راجعت لجزها وبتقول لها انها مش مصدق انها هي هتتجوز سلمان وبيفضلوا يضحكوا ويهزرهم الاتنين مع بعض وفي اللحظة دي بيجي بانه وببقى ناوي ان هو يبوز الجوازة وما يخليش داري تضيع من ايده وتتجوز حد تاني غيره وبياخد بعضه بيروح لقضتها واللي اول ما بتشوفه بتقفل الباب في وشه على طول فبيفضل يترجاها ان هي تسمحه وتفتح له الباب ولو بيلاقيها لابسة فستان اسود بيتخارق معاها وبيقول لها ان هو بيحبها ومش قادر يكمل حياته من غيرها وان هو بيستنيها لحد ما تتجوز سلمان وتتطلق منه علشان هما الاتنين يرجعوا البعض تاني وبيقول لها ان هو هيبضل عند وعده ويستنيها ومش هيتجوز حد تاني غيرها وبيعرفها ان هو بيحبها وعايز يكمل باقي حياته معاها وهي برضو في الجهة الثانية بتبقى بتعيط لانها بتحبه وبتطلب من ربنا ان هو يسمحها وبتفتح الباب علشان تتكلم معاه بس بتلاقيه باشي وبعدها بتجهز نفسها وبيكتمعوا كلهم علشان يكتبوا الكتاب وبتوافق ان هي تتجوز وسلمان بردو بيوافق وبيان بيبقى واقف بعيد ومصدوم وبياخد بعضه وبيمشي وهو بتعصب وصارة بتشوفه وبتفتكن لما هو حطها في نفس اللوقف ده لما شفته وهو بيتجوز تاري زمان تاني يوم بتاقط سلمان علشان يهيش معاها في بيتها وبيقول لها ان هي وفاتح هينام وصوا في قضة النوم وهو هينام في قضة الضيوف وفي الجهة التانية بيان بيبقى واقف لوحده الزعلان واخته بتجيله وبتحاول توسيه وتهون عليه وبتقول له ان هما الاثنين حظهم زي بعض وبنعرف ان العريس رافض انه يتجوزها بدل ما هي تهون عليه وتوسيه هو اللي بيهون حاليها وبيقول لها لا يكلف الله رفسها الا وسعها فبتقول له ودي سورة البقرة صح وتبقى مبسوطة ان اخوها بقى بيحفظ قرآن زي زمان ويحاول يقنعها ان هي تتحجب لانها بتبقى رفضة الموضوع ده تماما فبتأكد له لا هي هتفكر في الموضوع ده لان هنا ويتاخد الخطوة دي وبيحاول يهديها لانها بتبقى زعلانة لان اهل عريسها رافضوها بسبب الفيديو اللي كان متسرب لها على النه بيجي الليل واهلها بيبقوا عادي مع الشخص اللي هي عايزة تتلوزه وبيبقوا بيتكلموا في الفيديو اللي كان متسرب لها من ثلاث سنين اللي فابرك لبنتهم فيديو بس برضو عائلة العريس بيبقوا رفضين وبيقولوا لهم اللي هم مستحيل يجوزوا ابنهم اللي بنت كل الناس اتفرقت عليها وشافتها حتى لو كان الفيديو مفابرك وده طبعا اللي بيعصب ابو بان وبيبطل يتخانق معاهم وبياخد بعضه وبيمشي اما في الجهة التانية فاتح بيسأل امه اذا كان سلمان هو اللي هيبقى ابوه الجديد ولا نا فبتقول له ان هو هيبقى راجل البيت بس مش هيبقى زي ابوه اما في اللحظتي بييجو بيقعد معاهم وتاري بتسأله على السبب اللي بخليه مش بينهم معاهم فوق فبيقول لها ان هو بيحضر للدكتوراه بتاعته ومش عايز يزعجهم وبتتبسط لما بتعرف انه الدكتوراه بتاعته هيعملها في السيرة النبوية وبتلاقي ابنها نام فبتاخده وبيطلعه فوق وبتمسك صورتها هيا وبان وبتحضنها وبتفضل تعايا فلمانوه وفوقته بيشيب صورتها هيا وبيان من على الحيطة وبتصحى تاني يوم بتتفاجئ لما بتلاقيه بيخسل لها الموعين وبيقول لها ان هو بتعود يعمل ده كل يوم الصبح لما كان عايش مع جذته بياخد بعضه وبيروح ينظف حمام السباحة وطبعا تاي بتبقى وقفة مسهولة من اللي هو بيعمله والخدامة بتبقى مبسوطة لانها اخيرا لقيت حدي ساحتها في شغل البيت ومش بس كده ده بيروح كمان يخسل العربية وبتتفاجئ اكتر لما بتصحى تاني يوم الصبح بتلاقيه بيخسل هدومه وفي الجهة التانية بيان بيبقى بيلعب قراء لان دي الحاجة الوحيدة اللي بيحبها وبتجيله سارة وبتبقى جايباله اكل وبيقعدهما الاثنين سوا وبتقوله ان هي عايزة تساعده في الشركة بتاعته لانها محتاجة دعم مالي فبيوافق وبتروح مع الشركة وفعلا بتخلي شركته بترجع تاني توقف على رجلها زي الأول لدرجة ان الموظفين كلهم بيبقوا مابهورين بزكاها وعبقيتها وبنعرف ان الفروع اللي كانت قفلت بسواب الضرائب وقلت الفلوس رجعت فتحة تاني بعدها بيخرجهم الاثنين سوا مع بعض وبيبقوا مبسوطين وبتبقى عايزة تقوله حاجة ضروري بس ابنه في اللحظة دي بيتصل عليه وبقى حايزه يجيله فمن تعرفش تقوله الحاجة اللي هي عايزها بياخد بعضه وبيمشيه في نفس الوقت ده امي بتبقى مبسوطة لانها طلعت حامل وجوزها لما بيعرف بيبان عليه بلمح الزعل على عكس ابوها اللي بيبقى مبسوطه طبعا بيسأله عن سبب زعله فما بيروتش عليه فبيحرجوا بالكلام وبيقوله طبي ان هو لازم يزعل لانه قاعد هاضر عن الشهر ومش بيصرف عليهم فبيزعل من طريقة كلامه وبيمشي وبنروح لتاري اللي بتتبسط لما بتعرف ان امي حامل بيفضلهم الاثنين يتمسخاروا على سلمان بسبب ان هو بينام في قوضة الوحده وفي اللحظة دي جوزها بيتصل عليها وبيعرفها ان هو وابوها بيتخانقوا مع بعض فبتضطر يترجع البيت وجوزها بيقول لها ان ابوه جايب له شغل في مغسلة وهو مش عايز يشتغل في المغسلة دي فبتتخانق معه بتقول له ان ربنا خلنا الرجالة للشغل فهو ما ينفعش يقعد في البيت كده بييجي الليل وسلمان بيبقى عامل ندوة مسائية وبينادي الاخت بيان واول ما بتروح له بتلاقي مع الشخص اللي المفروض كانت هتتجوزه وبيديها جواب وبيخد بعضه بيرشي وهي بترجع البيت وبتقرأ الجواب وبيبقى كتب لعفه ان هو بيحبها ومش عايز يتخلى عنها وان ابوه وامه هما اللي اخدوا قرار انفصالهم عن بعض وثاني يوم الصبح تاري بتاخد ابنها فاتح للمعلعم عشان يلعب قرأ مع بيان واللي اول ما بيشوفها بيفضل يترجعها ان هي تقعد معاه شوية لانه ما شفهاش من زمان وهي وحشا بس بترفض وبتقول ان هي عندها شغل كتير ولما بتيجي تمشي بتلاقي السراء جايبانه اكل فبتتعصب وبتقرر ان هي تقعد وبتقول له لا هي هتلغي الشغل كله بتاحها وبتبقى غيرانة عالي منها وطبعا بيان بيبقى مبسوط وطير من الفرحة بس فرحة دي وبتكتملش لما بيلاقي سلمان جاي وجايب معاه دوم جديدة لفاتح عشان يلعب بها قورة وبيقرروا ان هما الاثنين يتنفسوا ضد بعض عشان يشوفوا مين فيهم اللي بيلعب احسن وبيفضلوا يلعبوا هما الاثنين مع بعض والصورة بتبقى بتشدعهم هما الاثنين وفجأة بيان بيتعصب على سلمان بيوقعوها لرجلي لدرجة ان هي بتوجعوه ما بيبقاش قادر يمشي عليها وطول الطريق ما بيبقاش قادر يحرق تاري طول الطريق بتفضل تتخانق مع بيانه وبتقوله انه هو السبب اللي حصل لسلمان ولما بتيجي سورة تدافع عنه بتسعق لها هي كمان وبتكبر بيان انه هو يوديها المستشفى وطبعا لانه بيموت في سلمان وبيحبه قوي بيودي احقر مستشفى في المدينة وبيفضلوا قاعدين مستنيين دورهم وصارة لما بتدي مياه البيان تاري بتتعصب وبتدي مياه هي كمان لسلمان وتبقى بتقوله يا حبيبي وطبعا بيبقى شوية من الغيرة وبيكن ليل بيرجع البيت وتاري بتسمع سلمان وبيقرأ قرآن بيبقى صوته حلو ويصار ان هي بدأت تعقب بي وتحبه لانه متدين وكمان بيساعدها في حاجات كتير وبيسمع فلامها على حكس بيان اللي كان دايما بيضحاني معاها وبتركع تنام وبتتفاجئ لما بيجي لها وبيخبط عليها الباب فبتفتح له على طول وبيقول لها تحضر نفسها علشان ينصلوا قيام الليل سوا فبتفرحوا في اللحظة دي بتفتكر لما كانت بتفضل تترجى بيان ان هو يصحي صلي الفجر معاها وكان بيرفض وبتتفاجئ تاني يوم الصبح بانه نحضر لها الفطار ومجهز لها كل حاجة بيان بيقابل سورة وبيقول لها انه عزمها على افغم وطعم سوشي وهم راجعين بيقوا مبسوصين سوا وبين بيقرر ان هو يرجع البيت بس بيسمع سورة من بعيد وهي بتقول له ما هي لسا بتحبه بس بيعمل نفسه كأنه ما سماشي اي حاجة وبياخد بعضه وبيمشي بروح لسلمان اللي بيلاقي فاتح نايم فبيقدر يطلعه فوق لقوته وبيتفاجئ بصورة باين موجودة فبيقلبها على طول حرام الشعب وفي اللحظة دي بتشوفه وبتفتكر لما كان الثمان بتتضيق برضو من صورة سارة فبتبقى حاسة بي وبتقرب منه وبتقول له ان هي عايزة يبقى معيها في نفسه وده النهاردة فبيوافق بيانه اخته بيبقوا عاملين حفلة عيد ميلاد كبيرة لابوهم وطبعا بيان بيداق اول ما بيشوف تاري جايها يا سلمان وبيبقاش طيقه وبيتحصد منه لما بيقول له الرجلي خفض بسبب الشربة اللي بتعملها داري وطبعا الشربة دي هي الاكلة المفضلة بالنسبة له وبعدها بيرجعوا البيت وسلمان بيخبط عليها ويانما وبيقول لها تصاح يفتح علشان يجي يصلي معي الفجر فبيتروح لصاح ابنها بس ما بيرضاش يفوق فبيطلع هوا وبيحاول يفوأه وبيقول له انهما بعد ما يصلوا هيغضي يلعبوهم الاثنين بالعكلة سوا وبيكهزوا هما الاثنين علشان يروحوا الفجر سوا وفيتح ما بيبقاش عارف اي حاجة خالص عن الصلاة فسلمان بيحاول يفهمه ويبسط له المعلومة بكل سهولة وطبعا تاري بتبقى وقفة وسامعة كل حاجة مبسوطة من ثقافته وإدقيق وزكي ومهتم الدين وبدرجة كبيرة وبعد ما بيرجعوا من المسجد بيحاول يحفظوا القرآن بالتجويد ويفهموا كل حاجة بالزبط وطبعا تاري بتبقى وقفة وشايفة كل حاجة وإعجابها لي بيزيد يوم عن يوم بتروح تقول الخادمة بتاعتها إنه شكله كده هيخطى في قلبها بعدها بتروح تقعد مع أمي وبتقول لها ني خلص هتقضر بيت جديدة يا جزا لأن أبوها بيعمل لها المشاكل كتير وبتسألها على علاقتها بسلمان فبتقول لها ني بدأت تعقى بي لأنه بيساعدها في كل حاجة حتى بتصحى تاني يوم الصبح بتلاقي محضة اللار فتورو بيدعمها في شغلها وكمان بيشجع فاتح على الصلاة والصوم واتفقوا عمال اتنين إنهم بيصوموا اتنين وخميس مع بعض بتعرفها ها بيشجعها على قيام الليل وفي الجهة التانية بنعرف إنه بيين بقى ناجح في شغله والشركة بتاعته رجحها على رجلها زي الأول وبيأخذ بعضه وبيحرقه اتنع صورة وبتعتزله على آخر مرة بسبب إنه هي قلت له نهية لسه بتحبه فبيسمحها وبيقول لها إنه هي أفضل صديقة وأخت بالنسبة له طبعاً كلمه ده بيزعالها لإنها بتبقى عمالة ده كله علشان يرجع لها وتتجوزه لإنها بتحب أمي لما بترجع البيت بيجي لها أبوها وبيتخانق معاها بسبب إنها يسابت البيت وقررت إنها تعيش هي وجوزها لوحدهم وبيقول لها إنه متأكد إن وجوزها لسه قاعد وهي اللي بتصرف عليه فبتتعصبها لأبوها وبتقوله يسابها تحيش هي وجوزها زي ما هم عايزين بطلب منه إنه ما يتدخلش في حياتهم والتاني يوم فاتح بيبقى عايز يروح حديقة الأسلاك وسلمان بيجي له وبيقول إنه هو هيودي المكان اللي هو عايزه فبيواثق بشرط إن أبو بيان يكي معاك فسلمان بيقول له إنه ما عندوش اعتراض وبياخد التليفون بتاع أمه وبيتصل على أبوه وبيقول له إنه هو عايز ويكي معاك بس بيرفض وبيقول له فهو بجغولوه دلوقتي مع سارة بس أول ما بيعرف إن سلمان هيبقى معاك بيقول له إنه هو جاي وبيتفقوا هم ركتين على معاك وبيتقابلوا في حديقة الأسماك وطبعا بيان ما بيبقاش طايق سلمان بيبقى السبب الأساسي اللي خلايك طبعا سارة بتكون معاه وأولا بيروح لحوض السمن بتقول لي بيان إنه هتقدم لها في المكان ده زمان وطبعا تريب تبقى وقفة وبتتخالق معاه وبتقول له عشان كده وبتمشي وهو بيروح وراها بيبقوا هم التلاتة وقفين قدام حوض السمك وصارة وسلمان بيبقوا وقفين وراهم وبيحسوا في لحظة إنه هم فعلا ما لهمش مكان في وسطهم لإنه هم الاثنين بيحبوا بعض بس تاري بتاخد اتناها وسلمان وبيرجعوا البيت وبتفضل تولي الطريق زحلانة لإنها لسه بتحب بيانه ومش قادرة تنساه تاني يوم الصبح سارة بتروحي سلمان وتطلب منه إنه هو يطلق تاني فبيرفض وبيتخانق معاه وبيقول لها إنه هو بيحبها ومستحيل يتخلى عنها فبتتعصب عليه وبتقوله إنه هو كده بيفضل بالوعد اللي هو ودهولها وبيحاول يفاهمها إنه هو بيحبها وإنه متجاوزها على السنة اللي ورسله وهي في اللحظة دي بتفتكر لما طلبت زمان من بيان إنه هو يطلق تاري بس هو رفض لإنه حبها سلمان بيقول لها إنه ده قرره الأخير وبياخد بعضه وبيمشي وفي الجاعة التانية تاري بتبقى قاعدة مع إمي بتقولها إن هي بتحاول تنسها بان بس لإنه فاتح مشترك بينهم هما الاتنين بتضطر إن هي كل مرة تودي لي وبالشكل ده هي مش عارفة تنساه وبتقول لها لها كل ما تشوفه معصارة بده تحصب أكتر فإمي بتزعق لها لإنها عايزة تركح لبان ولسه بتحبه وعايزة تسيف سلمان اللي هو غير حياتها 180 درجة وبيساعدها في كل حاجة بتعملها وبنروح لكينان أختبان بتاخد حبيبها وبيروحوا لأهلها وبتفضل تترجوهم لهم يسمحوها بتحاول تفهمهم إن الفاتيو اللي متسراب لهذا هي بالهيرزن بفي ولما ابنهم بيعيط بيقرروا لهم يسمحوها وبيقولوا لها تحاول تتفق مع أبوها على معايد مناسب علشان يجو يطلبوها عما إمي لما بتركح البيت ما بتلقيش جوزها فبتتعصب بتاخد بعضها وبتروح لأبوها وبتفضل تعيط وبتقول له نهو كان معاي حقف كل حاجة قالها على جوزها فان في الوقت ده بيبقى يعيد محصورة وبتحاول تقنعه إنهو ينس تاري ويتجوز وحدة تانية غيرها فبيقول لها إنهو بيحبها ومستحيل يتخلى عنها لأنه مش شايف نفسه مع وحدة تانية غيرها والبكحة فبيبقاش عندها دم وبتعرض عليه إنهو تتجوزها فبيقول لها إنه حتى لو وافق وتجوزها هيبقى إيه مشاعرها وهي عارفة إنهو ما بيحباش وبيحب واحدة تانية فبتغلط بالسنة وبتقول له ما هو سلمين مش راضي طلق تاري على حسب الخطة اللي ما بينهم هما الاثنين وطبعا بيبقى مستهرب من كلامها وهي تزيارة في الخطة اللي هما الاثنين ماتفقين عليها سوا وفي الجاة التانية صار بتروح لأبوها وبتقول له إنهي عملت خطة كبيرة وبتفتكن لما اعترفت لبيان بالاتفاق اللي حصل بينها وبين سلمين وطبعا بيان بيتعصب عليها وبيقول لها إن هي سوا في كل حيكة حصلت فبيتحاول تفهمه إن هي حملة دا كله علشان تعرف ترجع له تاني وتتجوزه زي الأول فبيتعصب عليها وبيقول لها إنهي بوزت كل حيكة لإني تاري دلوقتي وعجبت بسلمين مستحيل تتخلى عنه وبيقول لها لو مش عايز يعرفها تاني وبيخد بعضه وبيمشي بنرجع للوقت الحاضر وهي بتعيط لأبوها وبتقول له إنه فعلا كانت نيتها خير وكانت عايزة تركحهم هما لتنين لبعض بس بيحاول يهديها فبتعرفوا إنهاي شايفها الحب في عيون بيان ونوش قادر ينسى تاري نهائي وانا يتقل عنها حتى لما كانوا معبادة في حديقة الأسماك كان بيبصرها بنظروات كلها حب وإنهاي كان عندها أمن إنه بياني يرجع لها لأنه هو حبها الأول فأبوها بيقول لها إن أمها قبل ما تموت كانت وصيتها الوحيدة إنهاي تتجاوز سلمان فبتعيط وبتقول له إنهاي كل ما تحب الشخص بيسيبها ويروح يتجاوز تاري فأبوها بيحاول يوصيها وبإقلاق إنه ربنا عالم بنيات وأكيد مدام نياتك كانت خير يبقا هم هيسمحوك وربنا هينور لهم بصرتهم ويخليهم يشوفوا الحقيقة في نفس الوقت تا أمي وأبوها بيبقوا قاعدين مع حمها وحمتها وبتقول لهم إن هي مش قادرة تستحمل التصرفات اللي ابنهم بيعملها وكمان بتعرفهم إنه حضطها في ضغط نفس كبير وإنه مش بيهتم بيها ولا حتى بيحبها ومش خايف على ابنهم اللي ببطعها وبتقول لهم إن هي عايزة تطلق منه بنروح لبيان اللي هو بيفتدح فرعي جديد في الشركة بتاعته وبيبقى مبسوط جدا وأول ما بيشوف تاري بيسيب كل حاجة وبيروح لها وبتقول له إن فتح ابنه وعايز يعمل عيد ميلاده في الجزيرة بس لما بيعرف إنه سلمان كمان هيبقى معاهم بيرفض إنه هو يروح الجزيرة وبيسيبها وبيمشي فبترجع البيت وبتقول لي فاتح إن أبو مش هيعرف يكي معاهم الجزيرة فبيبن زعلان وبيفضل برضو طول الطريق زعلان بس بيفرح لما بام بيجيلي وبيقول له لهم ما قدرش يسيبه لوحده في يوم زي ده بيوصل للجزيرة وفتح بيقول لأبوه لهم عايزه يرجع يعيش معاهم زي الأول وفي اللحظة دي هما التلاتة بيبصوا البعض وبيم ما بيروتش عليه وبيأخد ابنه وبيفضلوا هما الاتنين يلعبوا مع بعض الرشط والسلمان بيروح لتاري وبيقول لها هي لازم تروح تلعب معاهم بيفضل يتفرق عليهم هما التلاتة وما بيرحبوا سواء مبسوطين بيجي الليل وبيبقى نايم هو ابنه وبيبقى غيران على تاري بيروح الأوضاء وما بيبقاش عارف ان السلمان نايم على الكنبة وهي ينايم على السرير وتالي يوم الصبح بيبوقفين هما الاتنين سواء وبيقول لسلمان نواد جوز أكتر بني أدمها وحبها وندم ان نواد خلى عنها وطلقها وفي اللحظة دي بيسمعوا صوت تاري وهي بيتنادي عليهم وبتلقهم بيبقى خلاص هيغرق وبيتشاد بس بيصعب على بيان فبيقرر انه ويرجع له تاري وبيلقزه بس سلمان بيزقه وبيسيبه يغرق وبياخد فاتح وبيغرقه من المياه وطبعا تاري بتبقى شايفة كل حاجة وبتنزل على طول المياه علشان تنغز بان لانها بتبقى خايفة عليه وسلمان بيبقى شايف كل حاجة وشايف الخوف في عيون تاري على بيان وبيقرروا هما يركعوا بيبقوا نادمنين انهم اصلا راحوا لجزيرة في الجهة التانية امي بتروح للمول وبتتصدم لما بتشوف جزها مع واحدة تانية وما بتبقاش مستوحبة اللي هي شايفة بنركح تاني للسلمان اللي لما بيروح يطمن على تاري بيلاقيها تعبانة فبيفضل طول الليل سهرهم جنبها وبيعتني بيها وياه في الوقت ده بتبقى بتحلم انه باهم بيغرق فبتقومها في زوعة وبتتصدم لما بتلاقي سلمان كناين جنبها وقلانة عليها وبنروح لامي اللي بتروح لأبوها بتفضل طعا يطلو بتقول له نهاية عايزة تطلق من فزا لانها ادركت فعلا لهو ما بيحبها شو بيخلها اما تاري بتسيب سلمان ناين وبتروح تكلم باهم وتتطمر عليه وبتفرح لما بيقولها لهو يرجع لها هي وفتح في اقرب وقت ولما بتقفل التليفون معاه بتتصدم لما بيلاقي سلمان واقف وراه وسامع كل حاجة وبيقولها ما عايزة تكلم معاه في موضوع مهم اما في الجهة التانية كناين بتاخد حبيبها وبتروح لأبوها بس بيطرد برا البيت فبتتخانق معاه بتقول له ان هي مش هتسيبه وهتتجوزه برضه فأبوها بيتعب وبيغم عليه وبيقعه في حمام السباحة وذلك التالي اللي بتفضل طعا يطو بتعتذر لسلمان وبتقول له ان هي هتحاول ان هي هتحبه فبيقول لها ان هو ما حبش غير مرة وحتى بس في حياته وما لحقش يعترف لها بحب لانها ميتت وكان على امل انه لما يتجوزها ايها تعاوضوا عن فقدها فبتبضل طعا يطو بتقول له ان هي هتعمل المستحيل علشان تحب صاره بتنجح في الدكتورة بتاعتها وبتروح على طول لسلمانو بتقول له بس هو بيقطع كلامها وبيقول لها ان تاري قليل له ان هي هتحاول تديره فرصة تانية علشان تحبه وبعدها بتاخد بعضها بتروح تزور ابو باين في المتشفى وبتسبعه وهو بيقول لهم ان هو رايح دوار على اخده فبتسيب ابنها فاتع محامتها وبتروح معاه وبيفضلوا طول الطريق كلاحدة يدخنقه السوا وفي الجهة التانية يمي بتبقى قاعدة في المحكمة وبتطلب من القاضي ان هو يطلقها من جزء لحد ما بييجي في اللحظة دي وبتقول له ان هو بيجح لانه جاي الحد هنا وجاي بعشقته معاه فبيقول لها ان دي امه وعرف ان هي عندها شركة كبيرة فرحنا علشان تشغلوا عندها تبتسامحوا والقاضي بيطردهم هم الاثنين وبيرضاش يطلقهم بنروح لباين وتاري وبيعرفوا ان الكلان خدت حبيبها ونويين يسافروا بالقطر تبيروحوا لهم على طول بس ما بيرحقوهمش وباين بيفضل يجري ولا القطر وبيقول لها ان هي لازم ترجع ضروري لان ابوها في المستشفى بين الحياة والموت بس ما بتسمعهوش لان القطر بيبقى خلاص مشي باين بيرجع للمستشفى هو تاري وبيتصدمه لما بيلاقوا كنان جات وبتعرفهم ان هي نزلت في المحطة اللي بعدها وبتاخد بعضها وبتروح لابوها علشان تعتذله وبعدها باين بياخد تاري وابنه وبيوصلهم لمكان سلمان وبتصدم لما بتسمع سارة وهي بتسأله هو يطلقها يمتى بتاخد بعضها وبتطلع فوق وبتبضل تغيط فكلهم بيروحوا وراها بيحاولوا يهدوها وسلمان بيقول لها انه فعلا في الاول كان متفق مع السورة ان هو هيتجاوزها وبعدها هيتطلقها علشان ترجع لباين تاني فبتتخانق معايا وبتقول لك ان هو اكتر واحد عارف الدين كويس وعارف ان اللي عمله ده غلط كبير فبيقول لها ان هو تجاوزها على السنة اللي هو رسوله وفعلا لما تجاوزها وقع في حبها ويعرفها انه قبل ما يتجاوزها سمعها وهي واقفة وراها البابه وبتعايط وبتقول لبان لا يا بتحبه مستحيل تحبه اي شخص تاني غيره وبيقول لها انه من اللحظة دي قرر انه مش هيقرب منها نهائية علشان كده كان بينام في قوضة الوحده بعيدة عنها وبعدها بياخد بعضه وبيروح لعمها وبيقول له انه عايز يطلق تاني فبيوافق بيجي اللي اللي وبان بيروح لهم البيت وبيطلب ايديها من عمها وبيوهدوا انهم مش هيطلق تاني لانه خلاص عرف غلطته وبيقي يوم كذب الكتاب وكينان بتتجاوز الشخص انها بتحبه والتاني وبان بيتجاوزه وكلهم بيبقوا مبسوطين والتاني يوم سن من بيراد الجواز على صورة وطبعا هي ما بتصدق وبتوافق على طول والتاني وبان بيروحوا الجزيرة اللي دايما بيرقواها وبان بيتلوا بينها انها تجيب له بنتي شبهها بيخص مسلسنة على النهاية السحيدة دي ودي كانت قصتنا النهاردة ما تنسوش اللايك والسبسكرايب بتفعيل القرص وبس كده